بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبناء الطلاب الأعزاء طلبة الصف الثالث الثانوي أهلا بكم في درسنا اليوم هو درس تحويل المعادلة القطبية إلى المعادلة الديكارتية عند تحويل المعادلة القطبية إلى المعادلة الديكارتية عملية التحويل ليست مباشرة عملية التحويل ليست مباشرة مثل عملية التحويل من المعادلة الديكارتية إلى المعادلة القطبية في هذا التحويل من المعادلة القطبية إلى المعادلة الديكارتية هنا يلزمنا استخدام جميع العلاقات جميع العلاقات والعلاقات اللي هي التي تلزمنا في هذا الدرس أول علاقة R تربية بتساوي X تربية عزيزة Y تربية العلاقة الثانية 10 سيتا بتساوي على X ثم نستخدم علاقات X بتساوي R كزين سيتا و Y بتساوي R سين سيتا ناخد مثال خمسة في تحويل المعادلة القطبية إلى المعادلة الديقرطية اكتب كل معادلة القطبية مما يأتي على الصورة الديقرطية وحدد نوع تمثيل البياني وعزي عجبتك بتمثيل المعادلة في المستوى القطبي المعادلة القطبية الأولى سيتا بتساوي باي على 6 سيتا بتساوي باي على 6 تمثل في المستوى القطبي بخط مستقيم تمثل في المستقيم بخط مستقيم كما واضح بالشكل يصنع مع المحور الكود بزاوية قدرها π على 6 المعادلة الأصلية بتاعتنا سيتا بتساوي π على 6 لازم طبعا نضحها على الصورة تان سيتا بتساوي y على x وبالتالي ناخذ تان سيتا للطرفين يبقى أخذ تان سيتا للطرفين تان سيتا بيساوي تان بي على 6 بي على 6 اللي هي 30 تان بي على 6 بجزر 3 على 3 يبقى تان سيتا بيساوي جزر 3 على 3 طيب إحنا عندنا تان سيتا بتساوي يا شباب تان سيتا بتساوي y على x يبقى y على x بتساوي جزر 3 على 3 يبقى إحنا دلوقتي نستبدل نستبدل تن سيتا بY على X يبقى Y على X بيساوي الجزر 3 على 3 بالضرب التبادلي أو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين نقول إنه Y بيساوي الجزر 3 على 3X وكده استطعنا أن نحول الصورة أو المعدلة القطبية سيتا بتساوي 2 على 6 إلى معدل ديكرتية Y بيساوي الجزر 3 على 3X تمثل هذه المعدلة بخط مستخيم أمر المقطف الأصل وميله جزر 3 على 3 المعدلة القطبية الثانية R بتساوي 7 R بتساوي 7 تمثل بدائرة نصف قطرها 7 R بتساوي 7 دي معدلة قطبية تمثل بدائرة مركزها الكوب ونصف قطرها كان 7 المعدلة الأصلية بتاعتنا R بتساوي 7 علشان نحول هذه المعدلة إلى معدلة ديكرتية من ربع الترفين عندنا هنا R بتساوي 7 يبقى R تربيع بتساوي 49 R تربيع بتساوي R تربيع بتساوي X تربيع زائد Y تربيع إذن X هنعود عن R تربيع X تربيع زائد Y تربيع بتساوي 49 وهذه هي الصورة النهائية للمعدلة ديكرتية يتمثل معدلة دائرة مركزها نقطة A 0 0 ونصف قطرها 7 الصورة كامتلاتة R بيساوي سالب 5 سين سيتا معدلة قطبية هذه المعادلة لما نيجي ننظر إليها R بيساوي سالب 5 سين سيتا طبعا هنا في سين سيتا ولما يكون موجود عندنا سين سيتا لابد أن يكون موجود قبلها R R سين سيتا لأن R سين سيتا بتساوي فنضطر تضرب الطرفين في R نضرب طرفين المعادلة في R والتالي R تربيع بيساوي سالب 5 R سين سيتا إذا ضربت هنا في R الطرف الأيصر في R والطرف الأيمن في R إحنا عندنا R سين سيتا R سين سيتا بY وR تربيع بتساوي X تربيع زائد Y تربيع يبقى X تربيع زائد Y تربيع بيساوي سالب 5 Y ندخل سالب 5 Y الطرف الأيصر بعكس الإشارة هتبقى X تربيع زائد Y تربيع زائد 5 Y بتساوي 0 ويمكن كتابة طبعا الصورة دي الصورة النهائية للمعادلة الدكرتية ممكن نكتبها بصورة أخرى X تربيع زائد Y زائد 2 بوينت 5 كل تربيع بيساوي 6 بوينت 5 و20 وهذه المعادلة تمثل دائرة نصف كترها 2.5 ومركزها هو الصفر وسلم 2.5 وبالتالي انتهينا من درسنا اليوم وتحويل المعادلة القطبية إلى معادلة ديكرتية وإلى اللقاء في حصة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته